تصريح معالي وزير الموارد المائية يقول الخزين المائي ما يكفينا لنهاية السنة تصريح خطير جدا ومرعب يعني أنت ويكفي الريا الشتوية الأولى يعني أنت راح تشجع تقول لهم زرعوا أدي الريا الشتوية الأولى طيب إجابة لهذا التصريح إذا كان الشتاء القادم جاف الوضع اش راح يكون الخزين معنا احنا باقينا سبع تشهر وانت دا تقول لهم الريا الشتوية موجودة راح زرعوا إذا الشتاء ماكوا أمطار اش راح يكون حقيقة اليوم يعني أشوف فتفوضة موجودة وهمال كبير تصريحات متشعبة الواقع أصبح خطير جدا سبع تشهر المتبقي وإذا كان الشتاء جاف الله يستر هذه كلها أسئلة حطها أمام جمهوركم الكريم حتى يطلعون عليه اليوم نحتاج إلى حلول ميدانية تذكرين حضراتكم من قناتكم الكريمة داعينا بالحلول العملية وليس مؤتمرات وتصريحات اليوم وصلنا خط النهاية أكو محورين محور الحل الخارجي علاقات مع دول الجوار والحل الداخلي اليوم الحكومة وزارة الموارد المائية لا زالت تعتمد على الحل الخارجي أنه تحاول أن ندبر مي من دول الجوار اليوم أردس السؤال صعبة إذا الوزير أو أي وفد يعني ذاك اليوم كان الوزير موجود في تركيا ليش ما راح للسجود؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة